السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة ان شاء الله نتكلم على اهم البرامج في مجال البيم. هنبدأ طبعا اول حاجة معنا الريفت وده من برامج البيم المشهورة من شركة والديسك والميزة اللي موجودة فيه وموجودة في برامج تانية انا بس ميزة واضحة ان فيه المعماري والانشاء وكهروميكانيكل في بعض البرامج بتبقى مقتصرة على واحدة فيهم وفي بعض البرامج بيبقى فيها المعماري والانشاء والكهروميكانيكل وهي حاليا الموضوع ان انت تصدر للاي في سي وتستور للاي في سي بقى سهل فنفيش مشكلة لو انت اشتغلت الميكانيكل ممكن تشتغل المعماري ببرنامج اخر. لكن برامج الريفت من اكل برامج واحنا الحمدلله في قناة بيم اربيا عاملين شرح كامل جدا للمعماري والانشاء والكهروميكانيكل. اتمنى اعجبكم ان شاء الله بنعمل سلسلة للاسئلة التي في الامتحانات وزي ان احنا انحلها فلازلك لازم تشترك في القناة. برنامج مميز ومطلوب جدا في السوق. طيب فيه برنامج النافس وركس برنامج النافس وركس من البرامج اللي بتحل الكلاشات بين الحمدلله في الشركة عندنا بنشتغل حد زي كده. فلو لديك اي مشروع ان شاء الله نقدر نعمله لك بشكل كويس. فبرنامج النافس وركس فيه شوية مزايا جميلة. وبالذات موضوع حل الكلاشات هو رائع فيه. مايكروستيشن طبعا دي شركة بنتلي. هي عاملة برامج كتيرة جدا تقدر ان انت تبص هنا. فتلاقي حاجة خاصة به البردج حاجة خاصة به البلدنج حاجة خاصة به الدجتال وكذا. فانت ممكن تلاقي حاجات بش موجودة عند اوتو ديسك. فتقدر ان انت تاخد الحاجات اللي نقصة فيه قوية جدا في موضوع الانفرا والرود والسايت. وعندهم حاجات خاصة بالبيم. طبعا احنا شرحنا الحاجات دي على القناة وفي نفس الوقت انا بشتغل الحاجات دي لو حد عايز نعمله حاجة زي مثلا البردج تويز. احنا شرحناه بتصف التفصيل. الاوبن رود برضو شرحناه. السينكرو. سينكرو ده قوي جدا في موضوع ان احنا نعمل الفور دي والفيف دي. هو قوي جدا في موضوع انت تشوف المبنى وهو بيت بني. انا اشتغلت كتير في سينكرو وبالذات مع اليوم وفي مشاريع كاس العالم. في برضو زي ما تشايف عندهم موسوعة من البرامج القوية في حاجات في الاسد توايز. في حاجات خاصة مثلا بالكاد موديلينج. بالشكل دوت. في عندهم الاوبن بيلدنج دي من حاجات الممتازة. طيب نيجي بقى. على الاركي كاد. الاركي كاد من البرامج القوية واللي اعتبر اول برامج من برامج البيم. وصراحة ممتاز يمكن بس الشركة مقصرة شواء في الدعاية. عشان جدا عشان كتجراف سوفت. مش مشهول في الوقت العربي لكن في بلاك كتيرا جدا في اروبش شغالة بي. يعني ممكن تسافر اروبا. هتلاقي يقعد لك عامل في الاركي كاد. والاركي كاد كان منتشر في مصر. وهو حاليا منتشر في سوريا. لكن الريفل بدأ يكتسح يعني. طيب. برضو برنامج فيكتور وورك. احنا على فكرة شرحين برضو الاركي كاد وشرحين الفكتور وورك في قناة بيماريبيا. الفكتور وورك برضو عمل شوية برامج من فيكتور وورك اركتكت. من البرامج القوية واللي احنا شرحناها بالتفصيل على القناة وايه من برامج البيم اللي تقدر تعمل مبنى كامل بشكل كويس. نيجي على تيكلا. تيكلا من الحاجات المتخصصة في الانشائي. سواء ستيل او كونكريت. وطبعا مشهورة بالستيل لكن برضو عندهم الكونكريت بشكل قوي. وفي مشاريع كتيرة جدا عن مستوى العالم معتمد على تيكلا في التصميم الانشائي. وفي البرنامج دي فوكس برضو احنا شرحناها على بيماريبيا بيعمل مبنى شكل حلو وسعره معقول سعره رخيص. ممكن برضو الناس تحب ان يتعرف عليه. هتلاقي برضو شرح عليه في بيماريبيا. وهو محتمد على ال اي في سي ومحتمد على ال اي في سي ومحتمد على ال اوبين ستاندرد و بيلدنج سمارت. فبيلدنج سمارت دي المنظمة اللي عاملة ال اي في سي وعملة طريقة التبادل المعلومات بين البرامج المختلفة. فممكن تشغل عليه وتددي الشغل البرامج المختلفة. في ناس كتيرا محتمد عليه. خصوصا ان هو في شوية مزايا زي الفرش والرياليتي. زي الريل تايم رندر بعمل رندر بشكل قوي وسريع. فممكن تعمل اجزاء معينة على البرنامج هنا. برنامج بردو قوي وشرحنا على بيماريبيا اسمه all blend. ده من البرامج القوية والناس كتيرة بدأت تشتغل عليه. وبيقدر نظام لك الشغل وتقدر ان انت تشتغل على الكلاود ويعمل لك command environment في سعر يكون كويس. فممتاز ان احنا نتعرف على برامج كثيرة مختلفة. عندنا هنا انفرونيا ده بتقدر تشغل على الويب. تمام فانت مش محتاج ان انت تشاري اه جهاز قوي. وعندنا برنامج اسمه triple connect ده من البرامج القوية عساس تتوصل لعضاء الفريق والشغل مع بعض في نفس المشروع في نفس الوقت. وعندنا بريكس كاد من البرامج اللي بتشتغل في البيم. وكنا عملنا عنه كام فيديو كده في قناة بيماريبيا. طيب بنرجع بقى لي اوتو ديسك شوية. هنلاقي عندنا السيفر سري دي. وده من اهم البرامج اللي بتشغل في مجال الانفرا من برامج البيم. تقدر تشغل بيه انفرا. رود تقدر تعمل بيه شبكات مية شبكات صرف شبكات كهرباء. طيب برنامج كوي جدا في مجال الانفرا. تيكلا. هنا بقى تيكلا هو عندهم كذا برودكت. ده تيكلا ده بيميكس. بيميكس طبعا من البرامج اللي جرافي سوفت تعملها. وده مهمتوا ان انتو تقدر تشوف الموديل على التابل بتاعك او على الموبيل بشكل جدا سريع وبشكل سهل. تقدر تحمله وتفتحه من اي جهاز عادي بدون امشكل خالص. تقدر تخفي العناصر تقدر تشوف الليراد تقدر تشوف الشيطات اللي موجودة كلها في نفس الوقت. نخشي بقى على Autodesk 1868. ده من البرامج اللي تقدر تشغل فيها عاديم. ها دلوقتي تبقى اسمه ACC. Autodesk Construction Cloud. تقدر ان انت تشتغل مع التيم بتاعك بشكل سالس. وتقدر ان انتو نفس الملف في الريفت وانتو في اكتر من بلد تشغله مع بعض. طيب من البرامج Command Data Environment الجميلة. البروجيكت كويس. تقدر ان انت Infrastructure Project Delivery. وتفتوير برضو شرحناه على بيم اريبيا بشكل مفصل. هو بتكمل مع i2n. التقام الرقمي. تقدر تشوف المشروع بتاعك. وتشوف الداتا والتطورات اللي بتحصل فيه. هسيبلكوا رواب بحيث برضو تقدر ان انت تطلعوا بشكل كويس. وهي حاجة هتلاقوها ان شاء الله على بيم اريبيا. الترمبل من البرامج القوية جدا. اللي ممكن ان تتبع شركة ترمبل. وتقدر تحتمتها Command Data Environment قوي. ده من برامج اللي بتحسب التكلفة اسمه Cost X. وده من البرامج المتخصصة في الكوست. وتقدر ان انت تاخد منه الداتا بشكل منظم. تقدر تاخدها من الريفت وتدهاله وقدر انه يعمل لك الحصر بتاعك. طبعا بتنافس مع نفس ووركس لكن هو اقوى في موضوع الحصر. نفس ووركس بيعمل حاجات تانية مختلفة كتير. ده Autodesk Construction Cloud اللي هو كان زمان اسم برنامج السينكرو. اتكلمنا عنه سريعا. ده بتقدر تعمل تحليل للريسك اللي موجود. تحليل المشروع بتاعك. بنقدر نضيف كل الداتا اللي عايزينها بحيس ان احنا نشوف تطورات المشروع ونربطه بالبرامج. ده هنا انسكيب ده بيعمل رندر بشكل قوي جدا للمشروع بتاعك. وبيبقى موجود جوه البرنامج بتاعك سواء انت عندك ريفت سواء عندك اركي كاد سواء عندك اي حاجة من حاجات دي تقدر تعمل رندر بشكل قوي. وسهل جدا شرحناه بتفصيل على قناة بيم اريبيا. وممتاز جدا في شغل تيها. اليوم برضو بيعمل رندر بشكل جميل. يعني شرحناه برضو بتفصيل. يمكن شغال تعليف من الفين وتسعة لغاية النهاردة بيطور بشكل رهيب بشكل مذهل. اركي باص ببرنامج متخصص في فكرة الفسائلة منجومنت برنامج ممتاز في الشغل بتاعه تقدر تشوف كل المعلومات خاصة بالاسد لايف سايكل. كل حاجة خاصة بيه المشروع. هتلاقي موجود عليه. دي برضو فسائلة منجومنت اللي هو اللي هو اللي هو دارة المبناء ودارة المشاعة. الفريكات من البرامج الاوبن سورس القوية جدا اللي تقدر تعمل بيها حاجة كتيرة خاصة بالبيم حاجات خاصة بالفاملي حاجات خاصة بالتصمات الهندسية فهو برنامج رائع 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 رائع. ومشروح بالتفصيل وهتلاقي الناس كتيرة جدا بالدعم البرنامج لانه هو مجاني تماما وابن سورس. برضو برنامج بلندر هو قوي جدا برنامج بلندر. الواحده هو برنامج برنامج بلندر. اللي هو برنامج من البرامج القوية اللي بتقارم بالسري دي ماكس والمية. دلوقتي عاملين اضافة اسمها بلندر بيم بحس ان انت تدار ترسم حاجة وتعرف انها بات تعرف انها شباك وهكذا. فده بيفيدنا ان احنا ممكن نصدر شغل من الريفت للبلندر ونعملش التطورات فيه وبعد يصدره لأي برنامج تاني وهو محافظ على الكاتوجري. او ممكن ترسم على البلندر وتصدر لي بقية البرامج. بجراف صوفت عامل برضو برنامج اسمه DD SCAD خاص بالدزاين والكالكوليشن والدكومنتيشن في الـ 2D والـ 3D بيشغل مع الـ mechanical والـ electrical والبلامج. برضو من البرامج القوية. والبرامج الجميل ده تشتغل بوجود الـ 3D. بيعمل اشكال كبيرة جدا مزهلة بالشكل دوت. وبتكامل مع كل برامج البلندر فتقدر تشتغل مع اي برامج تريد. بيكو اوفيس ده من البرامج القوية اللي فيها زي زي ما تشايف حاجات 2D و 3D الـ quantity. تقدر تعمل 4D و 5D. وتقدر تعمل برضو الـ pin management. عندنا هنا برنامج اسمه اس. ده بيعمل simulation لشغل البرامج البرامج. بحس يأكد لك ان كل الحاجات اللي انت مصمامة كويس. ممكن معمارين يستخدموه. ممكن الـ light. ممكن اللي تشاهدك. ممكن الـ air flow. الـ energy. الـ carbon. كل الحاجات دي موجودة. تقدر ان انت تشوفها. وشرحنا برضو التفصيل. تقريبا كل برامج اللي هنا. معادة برامج التحليل الانشاية. شرحناه التفصيل على بيم ماريبي. طيب. ندخل بقى على البرنامج دوت. البلو بيم. البلو بيم يعني عندك اي ملف بي دي اف. تقدر ان انت تفتحه وتشغل به زي ما انت عايز وتضيف الملاحظات. وتراجع. فهو مهم جدا لمهندس الموقع. ومهندس المكتب. بتقدر ان انت تحط كومة تبقيها. بتحس ان انت سهل جدا في التعامل. فهو يعني احسن بكتير جدا من انت تراجع اللوحات على اكروبات ريتر. او اكروبات ريتر. ده لمراجعة الملفات. نخش بقى على الماجيكات ده. يعتبر اول برنامج اشغلت عليه. يعني قبل ما اشغلت عليه. وده خاص به الكهروميكانيكل. وبيتطور بشكل رهيب جدا. وبنتمت على الزكاة الاصناعي. وتقدر تقول له وزع لي اي حاجة من خلال الكودس. فيوزع لك خلال مثلا الفي بي اي او اي ستاندرد انت عايزه. فمهم جدا للك الكهروميكانيكل ان هو يشغل ببرنامج الجميل دوت. كنت شغلت عليه من 2008 وكل شوية يعني لما بلاقي الكراك حلو بالشغل عليه. فهو من اقوى البرامج في الكهروميكانيكل. يعتبر مجموعة كبيرة جدا من الادنس بتستطابها مرة واحدة. بنت مجموعة واناليسيز وبرزنتيشن. طيب. هنا الفابريكيشن ان انت عندك حاجة مثلا زي ضغطات. تقدر ان انت تبعتها للمصنع بان دي مثلا مش ضغط كامل. لا انا اسموا الكهروميكانيكل. فبيتعمل ببرامج كثيرة جدا. المتدسكة عملت كذا برنامج زي. الفابريكيشن كاد مي بي. والكاد داكت. والاستي ميب. وبرضو من جهة ريفيت تقدر ان انت تعمل الكصة ديت. انا سيب لكم الروابط كلها اسفال الفيديو فتقدر انت تشوف الحاجة التي تريد. بالانجريد تقدر انت تشوف الموديل بتاعك ويتراجع عليه. عندنا الانفراوركيس من البرامج الكوائي اللي حشرحنا بتتفصيله وباشتغالها برضو لو حد عايز يعمل شغل انفراوركيس. موجود ان شاء الله. انفراوركيس تقدر تعمل انفراوركيس سواء روود سواء طرق بها والحاجات كلها. ان المستر بتاعي كان في الانفرا. طيب هنا اللي حاجة الستركشور تبع اوتو ديسك اللي هو برنامج الروبط ومن البرامج القوية في التحليل الشيء. طيب سري دي ريبو برضو من البرامج اللي بتشغل في الكونستركشن تقدر تشغل بها في كونستركشن نشوف المشاكل الموجودة وتحاول ان انت تحلها. بروكور من البرامج اللي بتخلي التيم يشتغل كله مع بعضه. من ناحية البروجيكت مانجيمنت وتقدر تدير المشروع وتقدر تدير كل الامور المالية في المشروع. جريب بلدج سوديش راحنا برضو بالتفصيل. وبردو بنشتغله. لو حد عايز يعمل تحليل استدامة برضو بيعمله بشكل كويس. برنامج صعيب من البرامج برضو القوية وفيها حاجة كثيرة جدا. يعني دي شركة قوية شركة اسبانية. فيها مجموعة كثيرة جدا من الاناليسيز للبرامج. فتقدر انت هتلاقي شرح فتاحها على قناة بيماربيا. طيب هنا برضو حاجة خاصة بالاستدامة اسمه وان كليك. ده من البرامج القوية اللي بتقدر ان انت تتحلل المبنى وتأكد ان هو مبنى يكون صديق للبيئة وما فيش فيه اه اي ضرر على البيئة. دي اهم البرامج لو عايز شرح هتلاقي على بيماربيا لو عايز ان حد يعملك شغل اكلمني وتواصل معي وان شاء الله نعمل لك خدمة كويس.